قيمة هدف الاهلي يمكن الاهلي احرص في الدوري حوالي 22 هدف ولكن في قيمة الهدفين الحمد لله حدث ولا حرج يعني لو ذكرت القيمة انت بتتكلم ما يقرب من حوالي اكتر من تشكيل اساسية 13-14 لعب كلهم مشاركين في ال 22 هدف عمر السلية 3 اهداف محمد شريف هدفين احمد عبدالقادر علي معلول هدفين كريم فؤاد وبرستاو هدفين اكرم توفيق وسافيو افشا والشحات وياسر ابراهيم وحمد فتحي وقاليو ديانج وشادي حسين لكل منهم هدف ولكن في نقطة مهمة جدا لما تركز على قيمة الهدفين هتلاقي فيه ستة لعيبة احرزوا 10 اهداف من اصل 22 هدف مش موجودين النهاردة يعني السلية كريم فؤاد بيرستاو اكرم توفيق برونو سافيو ياسر ابراهيم الستة دول واحدهم احرزوا 10 اهداف طب معدل اهداف الاهلي في الدوري كان 22 هدف يعني نص اهداف الاهلي في الدوري حتى الان اللي احرزوهم مش موجودين وبالتالي عندنا ثقة في كل العناصر الباقية وان شاء الله يقدر الاهلي يعمل النتائج كويسة قيمة هدف الزمالي يمكن بيتفوق فيه احمد سيد زيزو 5 اهداف يوسف اسامنة به 4 اهداف فتوح وامام عشور والسيسي وعمري السيسي دول هدفين وبعد كده بقى شيكابالك جزيري عبدالغاني اكينولا حسام عبدالمجيد مصطفى شلبي هدف واحد يمكن الزمالي تفوق في حاجتين التزديدات من مسافات بعيدة وضربات الرأس ده على المستوى الفردي لكن على المستوى الجماعي يمكن اهداف الزمالي ما فيهاش اهداف مؤسر او واضحة نهية من خلال تاكتيك وشغل جماعة كلها اهداف بمهارات فردية سواء لحسام عبدالمجيد سواء الامام عشور سواء كمال لأحمد سيد زيزو اذا دي قيمة الهدفين وبنتكلم على عدد الغيابات والاصابات التشكيل زي ما قلت اه ممكن اتكلم في تشكيل اساسي دلوقتي لكن يفضل ان قبل معادل المباراة بسعال الرابع لما الاهل يعلن ان اكيد ان شاء الله هيبقى فيه امور ايجابية وتاكتيك وتفكير ايجابي من مرسي القولر ازاي هيتغلب على الغيابات والاصابات وفي نفس الوقت ما يغيرش في اكتب من مركز عشان ما يكونش فيه مشاكل في اكتب من مركز ممكن تيجي تعدل في مركز فتلاقي نفسك عدلت في مركزين تلاتة تانيين لا اكيد الراجل بيفقر بشكل ايجابي ازاي فيه مباراة القمة طيب نبص كده على جدول ولغة الارقام بقى مهمة جدا قبل مباراة القمة طيب بنتكلم اولا جدول مشوار الاهل والزمالك في الدوري حتى الان يعني ترتيب كل فريف الدوري دلوقتي ازاي الاهل في المركز الاول والزمالك النهاردة فيه المركز الرابع لعبه 13 مباراة في الدوري الاهل فاز في 9 الزمالك فاز في 7 الاهل يتعايد الاربع مرات الزمالك يتعايد الـ 5 مباريات الاهل الحمد لله لم يخسر الزمالك خسر مباراة واحدة وكانت من اسوان الاهل احرز 22 هدف وهو نفس معدل اهداف الزمالك الـ 22 هدف الاهل استقبل 5 اهداف وبالتالي اقوى خط تدفاع الزمالك استقبل 7 اهداف الاهل 31 نقطة فيه الصدارة والزمالك 26 نقطة فيه المركز الرابع لعبه يبتعد بأكتر من حوالي 5 نقاط الفوز النهاردة يوسع الفارق لتما النقاط واعتقد يبقى فيه كلام كتير اوى ان شاء الله خلال الحلقات اللي جاية باذن الله طب نروح بقى لتاريخ مواجهات الاهل والزمالك في الدوري في الدوري فقط طبعا فيه مباراة افريقية ومباراة كأس وكده لكن بنتكلم على الدوري في الدوري الاهل والزمالك لهم وبعض 124 مباراة الاهل فاز في 47 الزمالك فاز في 27 اتعادلوا مع بعض 50 مباراة الاهل احرز في شباك الزمالك 159 هدف والزمالك احرز في شباك الاهل 110 هدف لغة الارقام لا تجذب ولا تتجمل واعتقد النتيجة واضحة والارقام واضحة ولكن مهم جدا النهاردة 11 راجل في الملعب يظهروا يقدوا بشكل قوي جدا ويعملوا نتيجة واداء يسعدوا بها جماهير النادي الاهل